وللمزيد ينضم إلي من طرابلس عبدالوهاب البسكيري الباحث والمحلل السياسي أهلا بك سيد عبدالوهاب هذه الدعوة التي وجهها باتيلي اليوم ليست الأولى من نوعها يبدو هذا الرجل متفائلا أكثر من المبعوث الأممي السابق على الأقل كيف تقيم هذه الدعوة ولأي درجة يوجد لها ما يبرر تطبيقها على الأرض الآن تحية لك ولي التلفزيون العربي الذي يعنى بالشأن العربي أهلا بك للأمانة الدعوة هذه يجب أن تكون في بداياتها متفائلة خصوصا بعد الفترة التي عناها مجلس الأمم في إنتاج رئيس للبعثة وعطاها مدة سنة كاملة هذا كانت محل خصام كبير أعتقد أنه أمامه الحل السياسي الدعوة للانتخابات أصبحت واضحة في قرارات مجلس الأمن في بيانات دول خمسة الثلاثة زي اثنين في الجامعة العربية في الاتحاد الأفريقية حتى في الداخل الليبي نحن الآن في ليبيا عكس ما يحدث في العراق وتونس والمبنان مثلا كل الأزمات السياسية بعد الانتخابات نحن نبحث عن هذه الانتخابات بعد أزمة سياسية في زمن الثورة المسلحة التي أجبرت على السلاح تسع شهور فقط بعد انتهاء القذافي دخلنا إلى مرحلة الانتخابات في سبعة سبعة ثم بعد معارضة شديدة للمؤتمر الوطني لم نقضي أكثر من سنتين أو سنتين ونصف ودخلنا الانتخابات ثمان سنوات تميزت بالحروب والقتل والدمار أصبح العالم كل مقتنى إقليمية ودوليا وحتى في الداخل بأن الحل العسكري أصبح لا يجدي ولا يصل بليبيا إلى أي حل كلهم الآن يتكلموا على الخيار السياسي حقيقة خيار السياسي فوق الطاولة وليس تحت الطاولة ضمن هذه المعطيات هل هناك نوايا دولية يمكن لها أن تدفع فعلا هذا الخيار باتجاه التطبيق وما الأدوات التي تنتلكها الأمم المتحدة لجعل هذا السيناريو واقعيا هو للأمانة السيناريو إمكانية أن يكون واقعي ليس بالأمر الصعب لكن الإشكالية في أن الأطراف التي على الساحة السياسية والتي تختز المخرج القانوني لإجراء هذه الانتخابات ما أصبحت غير ممكن أنها وغير ليس لديها القدرة على إنتاج هذه القاعدة الدستورية بسبب تمترسها خلف المشاريح بمعنى أوضح أن في المنطقة الشرقية اليوم فيه قيادة عامة في قوة عسكرية مسيطرة يعتقدوا بأن الجيش هو منقذ وبالتالي يحاولوا أن ينفذوا كما حدث في أحد فقرات القانون الرقم واحد الذي صدر في سبتمبر العشرين الذي أجاز بالمخالفة للقوانين الليبية لكل ليبي مدني أو عسكري الترشح لمنصب الرئيس هذا التمترس والتمترس في المنطقة الغربية حول الدولة المدنية ودولة المؤسسات هذا التمترس بين المشروعين جعل من الأمر صعب جدا ولذلك التدخل الدولي كان موجود وواضح في دعم طرف وطرف آخر واليوم أصبحت ليبيا موجودة فيها بشكل واضح القوات وموجودة فيها القواعد بعيدا على أن هذا حليف وهذا غير حليف وهذا شرعي وهذا غير شرعي فهذا الأمر يتطلب من المبعوث التقاط الفرصة في توافق دولي ما هذه واحد اثنين محاولة التقاط الفرصة برضو في الداخل اللي هي أغلب الشعب في انتظارها اللي هي الحالة الانتخابية وعليه أن يفكك هذه الأمور هناك أكثر من حل يمكن أن يطرح بل حلول تعد على أصابع اليد أو اليدين من عقد مؤتمر تأسيسي من عقد مؤتمر شبيل صحيح هي كلها سنة عقد مؤتمر داخل ربما تم مناقشتها أو طرحها كما قلت على الطاولة لك حلول ممكنة لكن الشيطان يكمن في التفاصيل بالتأكيد شكرا جزيلا لك عبدالوهاب البسكيكري الباحث والمحلل السياسي